لا عندنا موات تتهرب إلى خارج العراق هل حالياً ما عندنا أي موات سابقاً كانت موجودة هذه الحالة كانت تهرب ليس فقط عن طريق السهاريج لا كانت تهرب عن طريق السهاريج وكانت تهرب عن طريق الزوارق اللي بشطة العرب توصل تروح إلى الخليج العربي وتنباع إلى زوارق كان يسموها قبل الطواشة إذا سامع بيها اللي هي تلم الوقود من كلها وذي تبيعها على السفن اللي جاية هاي هس هذا انتهى حالياً ماكو انتهى هذا الموضوع حسين المواد المهربة تباع لأصحاب المولدات الأهلية مثلاً أو إلى الأهالي إلى المواطنين العادين إلى أقليم كردستان سابقاً ممكن حالياً موجودة هاي الحالة ماكو حالياً نهائياً نهائياً حالياً حتى من كاركوك ونينو فيما يتعلق بمادة البنزين أبد هسا أنا أؤكد لك الوقود حالياً اللي اللي حضرتك هسا طبقت له بينه 15% فقط هاي الـ 15% عبارة عن صحاري صغيرة متنوعة بين هنا وهنا